هذا وكشف الوكيل العمري في تصريحه أن السلطات تعمل على رفع التوليد في محطة غريو وإعادة تأهيلها بكلفة أجمالية وصلت إلى 6 ملايين دولار وقال إن العمل في هذا المشروع بدأ منذ شهرين وسيحدث تغييرا كبيرا عند إنجازه فيه بعض الاشكالات التعابذية والفنية لكن العمل الجاري فيه على قدم الساق بدأ من شهرين أو ثلاثة شهرين قبل رمضان وذلك نشتغل في الواقع أو في الميدام في الأرض نسبة التنفيذ جيدة تفوق الثلاثة وثلاثين في المية لكن هناك بعض الاشكالات ومثل هذه المشاريع طبعا ستة وثلاثين مليون دولار سيكون هناك شكالات بقدر كبرى المشروع ستكون الاشكالات بقدر كبرى المشروع ونحن مستوعبينها ومتوقعينها ونتعامل معها وسننجزها